يبين لنا فضل الفاتحة السبع المثاني وتسمى بأم القرآن وتسمى بفاتحة الكتاب بها يفتتح المصحف وتسمى الشافية فهي رقية مستشفى بها وسمى الصلاة بها وسماها بالصلاة قال قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي مسار فعبر عن الفاتحة بأنها الصلاة لأنها أهم ركن في الصلاة ولا صلاة بدونها وهي يستشفى بها الشافية وفي حديث الجماعة الذين نزلوا ببلدة فلم يقروهم فلدغ سيد الحي فسألوهم هل عندكم من راكن ولكنهم لم يضيفوهم فصالحوهم على قطيع من الغنم فبدأ يقرأ بفاتحة الكتاب إلى أن شفاه الله فلما صلحوهم قالوا لن نأخذ شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا الرسول هل نأخذ مقابل الرخيا مالا يا رسول الله قال بما رقيته قال بفاتحة الكتاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله خذوا واضربوا لي معكم بسهم ليبين لهم أن هذا المال حلال رقاه بفاتحة الكتاب وكان سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه إذا قرأ فاتحة الكتاب على مريض شفاه الله فكانوا يقرؤونها فلا يشفى فيقال هذه هي الفاتحة ولكن أين عمر يعني المهم القلب الحاضر المتصل بالله الصالح الذي يطلب ويدعو بها هذا الحديث يقول رب العزة فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل والمراد بالصلاة هنا الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال رب العزة حمدني عبدي لأنه توجه بالحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال خصني عبدي بالعبادة فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لأن النصف الأول حمد وثناء لله سبحانه والنصف الثاني دعاء وعبادة وتقرب ورجاء لله وطلب والنظام السلام عليكم